تمكن مشروع مسام لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال الأسبوع الثاني من شهر أغسطس من انتزاع 558 لغماً زرعتها المليشيات الحوثية في مختلف المناطق وبذلك يرتفع عدد الألغام التي نزعت حتى الآن إلى 353 ألفاً و 936 لغماً زرعتها المليشيات الحوثية بعشوائية في الأرجاء اليمنية وذلك لحصد المزيد من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبر السن اشتركوا في القناة